موسيقى موسيقى أنا لسو أدري كيف يفكر المسؤولون أو رؤوساء الأندية في جلب الأجانب أنا أولاً اللي يجيب الإضافة مرحباً به نرحب بإخواننا عرب أو غير عرب ولكن أنا دائماً مع الرأي الذي يفضل أن يعتني به بالبلاد نحن عدنا أطور كبيرة عدنا مع هذا الملكي المولاي رشيد لكي ينجب العديد من الأطور هذا الموسيقى الثلاثة التونسيين في البطولة مصري إذن شمال إفريقيا يغلب على البطولة المغربية مرحباً بهم ولكن أنا أبقى دائماً مع المدرب المغربي ومعرفتش لماذا يتم جلب الأجانب هل للمبلغ الذي يؤدى لهم أم يكون قليل أم الكفاءات هذه الكفاءات لدينا مدربين أكثر لصعب أنه المدربين المغاربة كانت تنزل لمعنويات وقد يدخلوهم التلازة بالرغم عنهم وما كيبقوش 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 ما كيبقوش كينجو ولكن سؤال آخر كيتطرح هو هل أن المغاربة يواكبون جديد كورة القدم كورة القدم ديما فيها الجديد على مستوى التدريب على مستوى التقدير على مستوى علوم الرياضية في ميدان التدريب هل المغاربة حقا يواكبون علوم التدريب أم أنهم يبقوا متمسكين بتجاربهم كلاعبين وبالشيء القليل الذين درسوه في مرحلة التدريب على أيين سناخد تجربة جديدة مع مدربين تونسيين ثلاثة ومدرب مصري البطولة أمامنا سننتظر لهؤلاء المدربين سيقضون الموسم بأكماله أم بدورهم سيخفقون سيتعطرون وسيتم جلبهم وسيتم تعوضهم بمدربين آخر المهم هكذا ستنطلق البطولة وفي المستقبل القريب سنعرف ماذا سيحدث وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة موسيقى